اشتركوا في القناة فقدنا كبير الشيخ طاها الطوخي كذلك خالص العزاء لكابتن علاء ميهوب في وفاة السيدة شقيقته الغالية اتمنى ان شاء الله ان ربنا ارحمها ويلهم اسرتها الصبر والسلوان ندخل بقى على ماتش النهاردة ومباراة جديدة بين الاهلي وسيراميكا كيلو باترا في الجولة السادسة من الدور الممتازة والتي ستقام ان شاء الله باستاذ السويس بالتأكيد ماتش النهاردة زي اي ماتش للنادي الاهلي سواء ودي او مباراة حبية ماتش مهم لانها بتساوي ثلاث نقط ونادي الاهلي دايما زي ما عودنا متعود على المكسب المكسب وبس خطوة جديدة في طريق الحفاظ ان شاء الله على بطولتنا المحببة للنادي الاهلي وجماهيره الدوري الممتاز البطولة اللي كتبت باسم النادي الاهلي ضعت منه او راحت لبعض الاندية التانية عدد قليل جدا ولكن ده وضع طبيعي لان النادي الاهلي بيمتلك فيها اتنين واربعين لقم وهو طبعا رقم قياسي زي ما احنا عارفين مش عايزين نتكلم كل مرة ونقول ان النادي الاهلي هو اللي بيحطم الارقام القياسية ده الكل عارف كده كويس ماتش النهاردة طبعا جمهور النادي الاهلي منتظره ليه منتظره منتظره طبعا ان النادي الاهلي يكسب بعد التعصر الاخير مع ودي دجلة والتعادل اللي حصل برغم ان احنا ادينا مباراة جيدة ولكن كمان جمهور النادي الاهلي النهاردة عايز يشوف الوافد الجديد الكنغولي والتر بواليا رأس الحربة اللي نأمل ان شاء الله بعد انضمامه الفريء الاول للنادي الاهلي يكون قوة هجومية كبيرة واضافة لقوة الهجومية اللي عندنا وكمان ده طبعا يعني حتات على الرؤية الفنية لمستر بيتسو مسماني هو صاحب طبعا اكيد الرأي الاول اخير اذا كان حيبتدي بوالتر بواليا ولا هيحطه على دكة الاحتياطي وبمنسبة مستر بيتسو مسماني طبعا هو حقق في النهاية السنة الماضية البطولتين الغالين قوي اللي هو جيه علشان واحدة منهم ويمكن احنا اقولنا في البداية ان منهم البطولة بتاعت افريقيا ديت مش معنى ان مستر بوسماني كان جاي وناس بالضبط اسبوعين كان على السيمي فاينال وبعدين اسبوعين كمان وانتا تسبيع على الفاينال ان هو الراجل مع عصة سحرية ولكن الراجل كلنا بالثقة اللي احنا عطناه فيه الحمد لله كان عند حسن الظن هو واللعيبة وقدرنا ان احنا ناخد كل البطولات السنة اللي فاتت المسم ده طمعانين برضو احنا طمعانين ان احنا برضو زي السنة اللي فاتت مع عصة نجيبه السلاسية ونكمل السلاسية بتاع السنة اللي فاتت بالربعية والخماسية وكمان عندنا امل ان احنا نظهر بمظهر مشرف في كاس العالم لاندية وده خلي بالكم مش غريب على النادي الاهلي وجهزه الفني ولعبته لان النادي الاهلي دايما هو الاول في افريقيا وفي الشرق الاوسط وبينافذ زي ما هنشوف الفترة اللي جايه اساطير العالم على زعامة كورت القدم وده مش بالكلام ولكن بالالقاب والبطولات فهو الاصطر وصيف الاصطر تطويجا في العالم خلف ريال مدريد وقبل بقى ما نتعمق بالحديث عن مباراة النهاردة بالتأكيد كان في حدث كبير النهاردة منذ ساعات